أكد عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المنورسو سيد محمد عمار أن الحل الوحيد لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية هو تقرير المصير جاء هذا التأكيد في رده على سؤال حول إمكانيات التوصل إلى حل مقبول لطرفين النزاع في الصحراء الغربية خلال مقابلة أجراها مع الموقع الإسباني الثورة الجديدة وضيفا أن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى حل مقبول لطرفين أصبح شعارا تردده جهات مختلفة الصحراء الغربية بوصفها قضية تصفية استعمار هي أساسا مسألة تتعلق بتحديد الشعب الصحراوي لوضعه السياسي من خلال عملية ديمقراطية يتم فيها التعبير عن إرادته بطريقة حرة وحقيقية من الواضح أن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى حل مقبول للطرفين أصبحت شعارا تردده جهات مختلفة كما لو أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لم تكن هي الحل المقبول للطرفين بامتياز